النهاردة انتظم اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية في أول مران جماعي للعبين الدوليين تحت قيادة مارسل كولر الجميل في هذا التدريب واللي سيكون معكم دلوقتي على الشاشة في لقطات حصرية على شاشة قناة الأهلي تواجد اللاعب المالي نجم خط وسط منتخب مالي والنادي الأهلي أليو ديانج أليو ديانج وصل النهاردة وكان حريص ضنقه على الشاشة أليو ديانج وصل النهاردة وكان حريص أنه يتمرن مع الفريق النهاردة يعني المفروض أليو ديانج كان أول مران لي للفريق أو مع الفريق بقرة بقرة الخميس ولكن يعني ترحب كبير جدا من الكابتن سامي أمصان مدرب الفريق لأليو ديانج بعد عودته من مشاركة جيدة لمنتخب مالي في كأس الأمم الإفريقية يعني ريدا سليم كمان الحمد لله بيشارك في التدريبات الجماعية ياسر إبراهيم محمد هاني الحمد لله يمكن كل اللاعبين الدوليين بخلاف محمد الشناوي النهاردة كانوا موجودين في التدريبات الجماعية أعلم على الأول عشان بقاله كذا يوم بيتمرن مع الفريق الفترة اللي فارت النهاردة خاد راحة زي كل زميله أمام عشور هو كمان قدامكم وهو على الشاشة متواجد في تدريبات النادي الآلي سعيد مبسوط أنه بيلعب في النادي الآلي مركز جدا مع النادي الآلي فيه كده ناس على السوشيال ميديا بتحاول تطلع يعني أخبار من فبريكة وشائعات وحاجات كده يعني إيه كوميديا بصراحة يعني إمام مركز مع الآلي تدريباته مع النادي الآلي مش مخليه أصلا يركز في أي حاجة تانية لأنه عارف أنه عنده تحدي كبير الفترة الجاية محمود قهربة هو كمان موجود في التدريبات وكان عنده كده يعني جلسة سريعة مع الكابتن خيالد بيبو مدير الكرة في النادي الآلي قدامنا كمان هو عمر كمال عبد الواحد في التدريبات محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم الوحيد في صفوف الأهل الدوليين اللي شارك في كل المباريات اللي أربعة اللي لعبها منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية طيب ده قدامك هو جانب من الماران الماران على فكرة يمكن النهار ده كان كله ماران بدني ما كانش فيه شغل تاكتيك أو شغل فني الغالبية كلها النهار ده كان في الجزء البدني للماران بالإضافة إلى تدريب حراس المرم النهار ده على فكرة كان فيه راحة لمصطفى شبير مصطفى شبير ما كانش متواجد فيه التدريبات الجامعية مع الفريق الخد راحة سلبية زي العناصر الأخرى وكان النهار ده فيه تلت حراس بس شغلين مع ميشيل يانكون مصطفى مخلوف محمود الزنفلي حارس المرمى اللي انضم حديثا لفريق النادي الآلي وكمان حمزة علاء هما اللي كانوا موجودين النهار ده في التدريبات مع ميشيل يانكون بقرة هيكون أول مران لكل اللاعبين بلا استثناء كلنا عارفين طبعا دلوقتي فيه إصابة لوسام بوعالي المهاجم الفلسطيني يعني فرص لحاقه بمباراة شباب بلوزداد صعبة وإن كان الجهاز الطبي بيحاول يشتغل معاه الأيام اللي جاية والبرنامج التأهيلي والعلاجي لعله وعسر لو مش جاهز لمطش بلوزداد يكون في أتم الجاهزية لمباراة ميدياما الغاني اللي هتكون بعد لقاء بلوزداد بأسبوع يعني هتسافر الجزائر زي النهاردة هتبقى في الجزائر ترجع المفروض عندك بعدها بأيام قليلة جدا ما نفس المطش يعني اتجولة الخمسة مع ميدياما في كوماسي فيعني نتمنى يا رب التوفير للنادي الأهل شايفين طبعا التدريبات البدنية ونزول أليو ديانج في المران الجامعي كل التوفير رب للنادي الأهلي في الفترة الحالية مطشط صعب جدا مقبل عليها النادي الأهلي للأسف كنا نتمنى بعد خروج المنتخب إن الدور يرجع ولكن للأسف الناس اللي بتدير الكرة في مصر واللي بيعملوا جدوى للمسابقات قال لك نخلص كسر ربط الأول وكان الأندية اللي عندها مطشط إفريقية دي تقعد كده بتتفرج لغاية لما تخش على مطشط إفريقيا وربنا يكون فعونهم لما يخش على مطشط إفريقيا بدون أي إعداد نتيجة إن كسر ربطة اللي تتلاقي حاليا كل الفرق اللي فيها أو وصلت حتى للمبارة نهاية يعني سيراميكا وطلاع الجيش فرق ما بتلعبش فيه البطولات الإفريقية ولكن ده التخطيط اللي بتعملوا الناس اللي بتدير الكرة فيه خمسة شارع الجبلية طيب